على اثر الدمار الذي خلفته حرب الميليشيا في مدينة كريش يقف افراد المقاومة الشعبية بعد ان طهروا المدينة منها حرب الميليشيا مرت على كل شيء في المدينة التي تقع الى الجهة الشمالية من محافظة لحج لكن تبقى المواجهات مشتعلة في محيط المدينة المتواضعة على جنبات الطريق الرئيسية التي تربط تعز بمحافظة عدن الذي اشتهر بحركة الناس تبدو خالية من المرة تماما كما خلت المدينة من ساكنيها الحرب التي انتهجتها الميليشيا هنا نهشت المباني ولا امل يلوح بان تكف من قصفها عند هذا الفصل الجسيم الذي خلف حجم الخراب حتى وان تسبب ذلك بطمس معالم المنطقة كاملة يتطلب كل هذا ان تستمر المقاومة بخوض معركتها مع الميليشيا حتى النهاية لتخليص محيط المدينة منها ومؤخرا احرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدما شمال وغرب مدينة كاريش بعد ان تمكنت من استعادة عدة مواقع من قبضة الميليشيا اهمها منطقة الجريبة وتبة المراقبة وموقعاء الاشقب وقرن الذباد لن نسمح لقوات العدو والغاشم في احتلال اي شبر من اراضينا وسنكون لهم دوما في المرصاد جنودا صامدين جنودا مضحين بدمعنا وارواحنا وكل ما نملك فداء عن وطننا وبلادنا الحبيبة عام كامل وما تزال مدينة كاريش ومحيطها خصوصا الشرقي والغربي تشهد اعنف المعارك في عمر البلدة وهو ما تسبب بموجة نزوح وتشرد للسكان بعد اندلعت المواجهات بطرد الميليشيا من المحافظات الجنوبية واخلائها من مسلحي الجماعة الانقلابية لتستقر على تخوم مدينة كاريش